أهلاً وسهلاً بكم أحبتي المشاهدين إلى تفاصيل النشرة توفي نجم الكرة العراقية ورئيس نادي الكرخ السابق شرار حيدر عن عمر ناهز 52 عاماً بعد صراع مع المرض صدمة أخرى من صدمات الموت تدخل بسرعة لتفجع الوسط الرياضي برحيل لاعب المنتخب العراقي السابق شرار حيدر بعد أن داهمه المرض بسرعة ودون سابق إنذار فرغم المساعد جاد لإنقاذه إلا أنها لم تجد نفعاً ليذهب إلى رب كريم شرار رحمه الله من مواليد 71 خريج كلية الآداب قسم الإعلام ولاعب سابق بكرة القدم امتاز بقوته الجسمانية ودقته الحادة في مراقبة خصومه لينجح ويلمع اسمه الراحل شغل مناصب عدة منها رئيس نادي الكرخ وعمل كرئيس تحرير الصفحة الرياضية بجريدة الزمان الصادرة من لندن وكذلك تم انتخابه كعضو في اتحاد كرة القدم ليشغل النائب الأول لرئيس الاتحاد مسيرة حافلة بالإنجازات التي دونت بصفحات التاريخ الذي لم ينسى هذا الاسم الكبير بعالم الكرة بعد أن صال وجال فيها لسنوات عدة أعطاها كل ما لديه من إمكانيات متاحة في سبيل أن تكون لامعة دائماً شرار رحلت عن الدنيا وتركت فينا جرحاً عميقاً كما تركه غيرك من الرياضيين الذين لم نستطع أن ننساهم لأنكم كنتم معنا في الأحداث الرياضية وغير الرياضية التي تجمعنا فكم هو مؤلم فراق الأحبة وما أصعب العيون حين تنظر وداعكم تختلط مشاعرنا بالبكاء والأنين ويحترق القلب حسرة وألماً ونشعر بالاحتراق قد وصل لحناجرنا يمتنع الكلام من الخروج وتصبح أنفاسنا مختنقة لا ندري ماذا نفعل إن أردنا الكلام لا يخرج سوى همسات غير مفهومة متقطعة بأنين رحمك الله يا شرار فأنت عند رب غفور ورحيم